الثلاثيمية وتكسرات الدم الوراثية تقاسمت ويا حياة المصابين كل الوجع لحظة بلحظة وكسرة الدم بعروق أجسامهم المهزولة اللي أتعبها نقل الدم وما حد يقدر يتحمل الآثار الجانبية اللي تصير بسبب استخدام الأدوية اللي تخفف الألم هذا المرض اللي يلازم الطفل والشاب والرجل والمرأة مدى الحياة اليوم راح نحكي عن فقراء من نوع خاص فقراء الدم نعم فقراء الدم الوراثي اللي يحتاجون كل اسبوعين إلى تبديل دمهم وطبعا ما حد يقدر يتخيل شنو موقف أهاليهم فقراء الدم الوراثي اسمه بالطب ثلاثيمية وهذا المرض الله يبعدكم عنه هو من أمراض الدم الوراثية اللي تسبب في إحداث تلف في كريات الدم الحمراء وهو يحدث نتيجة وجود خلل في التركيب الجيني للهيموغليبين بالدم والسبب الرئيسي لهذا المرض هو زواج الأقارب وعدم مطابقة الدم بين الأزواج أما المعاناة فحدث ولا حرج لأن أمراض الدم تنتقل بالوراثة ورغم كون المرض غير معدي لكن ينتشر بسبب عدم الوعي بمخاطرة اليوم رح نحكي عن مرضى الثلاثيمية ومعاناتهم في حديث بغداد واللي هو بعنوان أنقذوا مرضى الثلاثيمية لكن